امر مستشار جلالة الملك لشؤون العسكرية رئيس هيئة الاركان المشتركة الفريق اول الركن مشعل محمد الزبن باعتبار المناطق الحدودية الشمالية والشمالية الشرقية للمملكة مناطق عسكرية مغلقة اعتبارا من اليوم وقال بيان صادر عن القوات المسلحة الاردنية الجيش العربي إنه سيتم التعامل مع أي تحركات للآليات والأفراد ضمن المناطق الحدودية الشمالية والشمالية الشرقية للمملكة دون تنصيق مسبق باعتبارها أهداف معادية وسيتم التعامل معها بكل حزم وقوة ودون تهاون